اهلا بكم مشاهدين وحلقة جديدة من حوار خاص نقترب اكثر في هذه الحلقة من تقرير لجنة المراجعة التي اجرته الحكومة البريطانية بامر من ديفيد كاميرون لتحقيق في انشطة وفلسفة جماعة الاخوان المسلمين ويبقى السؤال ما هي الاسباب الحقيقية لتردد حكومة كاميرون عن اعلان نتيجة هذا التقرير الذي بحسب ما ذكرته صحيفة الفينانشل تايمز قد برأ جماعة الاخوان المسلمين من تهمة القيام بانشطة ارهابية هل الحكومة البريطانية فعلا تخشى من رد حلفائها الخليجيين ام انها تريد ان تجعل من نتيجة هذا التقرير ورقة تجبر بها الجماعة على التفاوض مثلا مع عبد الفتاح السيسي والاعتراف بشرعية النظامية مشاهدين دعونا نتحول الى العاصمة البريطانية لندن لنتعرف على اجابات هذه الاسئلة وغيرها ومعي من هناك الدكتور محمد غانم القيادي بجماعة الاخوان المسلمين في بريطانيا ورحب بك معنا دكتور غانم اهلا بك يا اخي احمد تحية لك والاستاذ المشاهدين شكرا جزيلا هل لديك معلومات دقيقة دكتور غانم عما نشرته الفينانشل تايمز ان الحكومة ان التقرير انتهى بان الاخوان المسلمين ليست لها اي انشطة ارهابية او افكار ارهابية وان الحكومة مترددة من نشر هذا التقرير في الوقت الحالي بسم الله الرحمن الرحيم هو خبر الفينانشل تايم كان خبر ليس بالتفصيل وانما ذكر كما ذكرت انه ادعى ان هناك مصادر مسؤولة قررت ان هذا التقرير مفاده ان جماعة الاخوان المسلمين لا يمكن توصفها كجماعة ارهابية وهذا التقرير ليس اضافة لمعلومات تفتقرها السياسة الانجليزية السياسة في بريطانيا هنا يعلمون هذه الحركة لها عمر ثمانين عام وفلسفتها موجودة في الكتب وموجودة في العالم كل ولم يظهر لها خلال هذه الثمانين عام اي انشطة لها طبيعة غير قانونية او كما يحاول ان يدعي ان تكون لها طبيعة اذا ما الذي دعى الحكومة البريطانية عفوا يا دكتوري اذا ما الذي دعى الحكومة البريطانية لاجراء او لتكون هناك لجنة تراجع فكر وفلسفة جماعة الاخوان المسلمين بما انها كما تقول هي عرفاها بشكل او باخر بداية هذه اللجنة لجنة دراسة ليس كما يروج انها سوف تدين الاخوان من عدمه هي لجنة دراسة والهدف منها عمل تقرير ليعين الساسة الانجليز في السلطة لاتخاذ بعض القرارات طبعا احنا سمعنا وشاهدنا عيانا ان السلطة الانقلابية في مصر حينما قررت دون سنة قانوني ان هذه الجماعة جماعة الاخوان جماعة ارهابية واياتها في ذلك دول الخليج ارادت ان تأتي بشرعية لهذا القرار لانه ليس له شرعية بان يضيفوا قوة مثل قرار من انجلترا يماسل قرارهم ولكن شتان بين النظام السياسي في انجلترا والنظام الانقلابي ودول الخليج فانا اقول لك لو كان هناك احتمال لان يكون انقلاب عسكري في انجلترا لقررت الحكومة يكون هناك احتمال لان تقرر الحكومة انا جماعة الاخوان جماعة الهربية هذا مش ممكن لان الطبيعة السياسية مرتبطة بدراسات ولا بد من اسانيد او احداث تؤكد على نتيجة هذا التقرير السياسة ايضا المصالح فيها لها مرتبة كبيرة للحقيقة البعض يتحدث على ان بعض الدول ضغطت على الحكومة البريطانية لاصدار مثل هذا التقرير او لوصم الاخوان بالارهاب بشكل او باخر وفي المقابل ابرزت مسألة شراب عد الاسلحة من بريطانيا او صفقات الاسلحة بمليارات الدولارات ما حقيقة ذلك هل لديك معلومة في هذا السياق ام لا ان في دول بتضغط يعني المعلومة موجودة ولكن ليس هناك مستندات لكن من الواضح جدا ان هناك مصالح وهذا لا ننكره ولكن ما نعلمه وعن السياسة في انجلترا ان هناك توازن دائما ما بين المصالح والمبادئ ولا يمكن ان تتعدى هذا التوازن للدرجة ان انت تفقد طبيعة المبادئ والمنهجية والاسلوب وان لا تقر العدل هناك منهجية معينة واساليب معينة الارهاب جريمة وهذه الجريمة لا يمكن ان توزع وتوصف بها فئات او اشخاص دون ان يكون هناك احداث او ما يثبت على ذلك طيب وصفحات جماعة الاخوان المسلمين وتاريخها اضيط ناصع ليس فيه هذا من هذه الاشياء شيء يدنها او يصفها بالارهاب طيب بماذا تفسر تأخر صدور التقرير الخاص بلجنة اللجنة الخاصة بمراجعة فلسفة جماعة الاخوان المسلمين وافكرها لماذا تأخر التقرير؟ حسب ما قالت مصدرين الفاينانشل طايم قال ان هناك اختلاف في الوزراء على مضمون هذا التقرير واثره باي سورة لم توضح واصدرت الخارجية ان هناك دراسة لهذا التقرير قبل ان يصدر عنه القرار النهائي للحكومة طيب هل تعتقد ان الحكومة البريطانية في لحظة او باخرى من الممكن مثلا ان تضغط على جماعة الاخوان المسلمين وبعض قيادتها الموجودين الان في بريطانيا للتنازل للسيسي لاعتراف له او على الاقل التفاوض معه بشكل او باخر ام تستبعد هذا الاحتمال بالمرض يعني نستبعد هذا الاحتلام لان قضية التفاوض مع السيسي او الجلوس معه اصلا قضية النهاردة اصبحت مرفوضة حتى من السلطة الانقلابية في مصر ثانيا ليس من عمل هذه الحكومة ان تضغط على جماعة وخاصة ان المقيمين في انجلترا هم مواطنين والدولة هنا يحكمها قانون والقضاء والمعارضة بالمرصاد للسلطة فالسلطة ليست مطلقة تأخذ من القرارات ما تشاء ولكن هناك منطب وهناك قضاء وهناك منهجية في السياسة وهناك معارضة وهناك ارادة شعبية ومؤسسات غير حكومية كل هذا يجعل ان المناخ السياسي مناخ حر لا يمكن ان يدعي باطلا وانما هو دائما ينظر الى المبادئ العامة التي تحكمه ولا يمكن بغد النظر عن المصالح الاقتصادية ان يفقد التوازن ما بين هذه المصالح وما بين مبادئه والمنهجية العامة التي يعيش فيها سياسي سيد غانيم اذا صحت تسريبات الفينانشل تايمز من ان التقرير انتهى الى ان الاخوان لم يكنوا ولم يكنوا باي حال من الاحوال الارهابيين وكذلك الافكار والفلسفة كيف ستستفيدون من نتائج هذا التقرير في هذه الحالة يعني احنا الحمد لله ان احنا استفدنا من هذا الانقلاب من فوائد هذا الانقلاب ان اصبح النهاردة الجماعة لها بعد اعلامي عالمي في جميع العالم والكل الاهل يتكلم والكل نظر بعين الفاحص الى هذه الجماعة ومبادئها ووجد ان هذه القرارات قرارات ظالمة اما من درجة استفادتنا فنحن نعيش هنا من عشرات السنين لم نخالف قانون ولم نؤدي اي اعمال تشبن اي شائبة فليس هناك استفادة اكتر من تأكيد ان هذه القرارات التي صدرت في حق الجماعة قرارات خاطئة وغير مبنية على اساس وليس لها لا وضع قانوني ولا وضع دستوري وهي ليس لها اثر ولن تأثر في نشاط الجماعة سواء في مصر او في الخارج طيب الحقيقة انا كنت اقصد بالاستفادة ليست صورة الجماعة في بريطانيا تحديدا ولكن بشكل عام في رضكم للانقلاب العسكري في مصر وفي حربكم مع النظام الحالي الموجود في مصر بقيادة السيسي كيف يمكن الاستفادة من هذه الورقة انتم في حرب واتتكم ورقة من الحكومة البريطانية تقول انكم لستم برهابيين بأي حال من الاحوال كيف ستستفيدون من هذه الورقة ضد النظام في مصر بدون شك هي فيها فائدة لأنها لصالح الجماعة ولكن القضية ليست في مصر ما بين الاخوان وما بين الانقلابين يعني هذه الرؤية يجب ان نتركها جانبا هناك فيه خلاف بدون شك وهناك فيه حقد ما بين هؤلاء الانقلاب وعلى هذه الجماعة واساس هذا الحقد ليس لفكر الجماعة ولا لان الجماعة الهربية كل هذه ترويجات لا اصل له وانما الحقد اصلا ان هذه الجماعة لها بعد سياس ولها بعد في القاعدة وهم لا يستطيعون ان يحاكوا هذه القوة سواء في الشارع الداخل المصري او في المنهج السياسي ولذلك هم يحاربونها ويتخذوا او اتخذوا من ضمن ما اتخذوا من اشياء صفة هذه الارهاب حتى تكون شماعة لهم في الخارج لكن الصراع في مصر النهاردة غير قاصر على الجماعة ابدا يعني بل هناك من جميع فئات الشعب المصري سمعت الان في التقرير في الاخبار هناك الدكاترة هناك العمال هناك الالترس هناك كل فئات الشعب الاصبحت الان مدركة ان هذا الانقلاب خطر طيب لكن الحقيقة وليس البديل الاخوان ابدا معظم رافض الانقلاب العسكري انما البديل هي الارادة الشعبية احترام الارادة الشعبية او في غالبيتهم كانوا يعولون على جماعة الاخوان المسلمين ان تكون هي رأس الحرب في محاربة الانقلاب العسكري في مصر لكن بعد مرور اكثر من عام يرون ان اداء الاخوان المسلمين ليس على المستوى المطلوب يعني حتى كل اخطاء النظام هي من داخل النظام وكل حتى تراجعاته على المستوى الجماهيري في مصر بسبب اداءه وليس بسبب اداء جماعة الاخوان المسلمين أو المربع الرافض للانقلاب العسكري إلى أي مدى هذا الكلام صحيح من وجهة نظرك سيد غالب نعيد ونؤكد مرة أخرى أن ليس الصراع بين الجماعة وبين السلطة الانقلابية هي أكبر من ذلك ولكن الجماعة في قلب هذا الصراع وما قامت به الجماعة من حراك شعبي وإظهار مساوئ هذا النظام وإظهار أن لها شعبية في الشارع المصري وأن كل هذه الصورة تقوم على عدم احترام الإرادة الشعبية وحرمان هذا الشعب من أن يمارس حقه في إدارة شؤونه بيده كل هذه المفاهيم سواء من جماعة الإخوان كتابة أو منهجية أو حراكا في الشارع النهاردة أكثر من عام لا تستطيع جماعة بمثل ما قامت به جماعة الإخوان في مصر لا أنكر حق أي جماعات أخرى ولكن هذا شاهد اسمح لي يا سيد غانم دكتور غانم اسمح لي هل تعتقد أن مواجهة الانقلاب في مصر فقط ستكون عن طريق المظاهرات الموجودة في الأرض سواء إسبوعيا أو يوميا فقط لا غير دون أن توجد هناك استراتيجية ورؤى حقيقية لإسقاط الانقلاب وهذا ما يراه البعض أن تفتقد جماعة الإخوان المسلمين وجود رؤية حقيقية لإسقاط الانقلاب العسكري الجماعة تعيد نظرتها يوما بيوم ولكن هناك توازن مرة أخرى أن نقابل أو نسمح بالعنف مما يجعل مصر غير آمنة وأن نحتفظ بالسلمية مقاومة الدبابات والقتل وأن يقوم جيش البلد لقتل أبنائها وبلسها ومنظومة القضاء والإعلام يعني هذا مخطط خطر جدا وكبير جدا ويملك من الأمكانيات ولكن هذه الجماعة بقدرتها البسيطة متحالفها مع قوى الشعب استطاعت أن تصمد رافضة لهذا الانقلاب لأكثر من عام هذه قوة لا يستهام بها وكما استطاعت أن تصمد عام فهي تستطيع أن تصمد حتى ينتهي هذا الانقلاب أنتم فقط ليست لديكم ورقة إلا فكرة الصمود يعني أنتم صامدون منذ أكثر من ثمانين عام وتتعرضون لما تتعرضون البعض يقول أن ملعبكم الوحيد هو الصمود هل الصمود فقط بهذه الطريقة هو الذي سيؤدي إلى دحر الانقلاب العسكري أم الصمود سيؤدي فقط إلى الحفاظ على كيان جماعة الإخوان المسلمين يعني الجماعة باقية ما بقي الإسلام لأنها جماعة تدعو إلى الإسلام الوسطي فنحن لا نخاف على بقاء الجماعة لأن هذه إرادة إلهية إنما كما قلت نحن حريصين على أن تبقى مصر قوية وأن نقاوم هذا الانقلاب في حدود أنه اغتسب الإرادة الشعبية ولسنا وحدنا الذي سنسقط هذا الانقلاب ولكن نحن مع الإرادة الشعبية حينما ترفض إرادة شعب بالكامل وهذا ما نعمل عليه أن تكون الأغلبية هذه الإرادة رافضة لهذا الانقلاب بغض النظر عن قوته وبغض النظر عن بنادقه وبغض النظر عن دباباته سيسقط هذا الانقلاب ونحن نكرر ونقول ليس من واجب البشر نحن في عقيدة الإسلام أن يحقق النصر من عند الله وما علينا هو أن نعمل ونأخذ بالأسباب ونكتهي ونأخذ بكل الأسباب وأن نجمع شمل هذه الأمة لتستعيد إرادتها المغتصبة حتى تغيير المركبة المركبة التي بدأها الشعب المركبة الديمقراطية والمنهج الديمقراطي دكتور غانيم تقول أنكم بتراجعوا رؤيتكم وأدأكم يوما بعد يوم خلال العام الماضي بعد مراجعة العام الماضي من عمر الإنقلاب أو أكثر بقليلا ما الذي كان يجب عليكم أن تفعلوه على الأرض في مصر بشكل أو بآخر ولم تفعلوه ضد الإنقلاب بالطبع يعني لا أظن أننا قصرنا في أي شيء كل الإمكانيات استخدمناه ولكن بطش هذا النظام واعتقالات دون أي مبررات والقتل كل هذه الأدوات تحجم عمل هذه الجماعة وتقهر هذا الشعب ولكن هل يمكن لهذا الطهر أن يركع هذا الشعب وأن يستبدى هذا الشعب وهو ده الغير ممكن طب يا دكتور للحقيقة لا يتراكنا دائما يا دكتور فيما يخص أنتوا بتقولوا يعني لم نخضئ ودي أحد الإشكاليات للحقيقة والنقد اللي بيوجه إليكم حتى من حتى من مربع الطيار الإسلامي نفسه أنكم لا تحاولون أبدا أن تقوموا بمراجعات لا تقولون أبدا أنكم أخطأتم تقولون أننا يعني عملنا كل ما في الوسع أليس يعني التواصل مع القوى الثورية الأخرى الذي لم يحدث حتى هذه اللحظة يعتبر من أخطاء جماعة الإخوان المسلمين التي لا تستطيع لم تستطع أن تتخطاها حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها دكتور أنا لم أقل نحن لم نخطئ أنا قلت ما قلته لم نقصر استخدام الأسباب ومحاولة الانضمام للجميع وكل رافضي لهذا الانقلاب ومحاولة التنصيق وبخبرة الجماعة محاولة التوفيق بينهما ولكن نحن بشر ونحن نقول دائما نحن نخطئ وهناك تصريحات من قيادات كبيرة في الإخوان وقالوا نحن لنا أخطاء بدون شك ولكن هل القضية هل هذه الأخطاء مهما كانت هل تبرر فيام السلطة الإنقلابية بما تقوم به الآن هذه هي القضية لكن لا يأبرز أخطائكم أنت تقول يا دكتور أنتم بشر وتخطئون إذن ما هي أبرز الأخطاء التي وقعتم فيها خلال الفترة الماضية وتعملون على تجاوزها في المستقبل القريب يعني أنا أعيز لا أصل إلى مرحلة المكابرة وأقول والله أن أخطأنا حسن النية كما يقول البعض وهكذا ولكن هذه أخضار الله سبحانه وتعالى نحن نقول نحن أخذنا كانت هناك تعبير عن إرادة الشعبية الإرادة الشعبية هي التي جعلت أو طلبت من الإخوان أن يكونوا في السلطة بإرادتها وقمنا بواجبنا على خير ما استطعنا والمشهد الآن الذي يقوم به هذا الإنقلاب دليل واضح على أن العام الذي قضى فيه الدكتور مرسي والإخوان في الحكم كان عاما مثاليا في كل الأوجه سواء من ناحية الاجتماعية أو القضائية أو الإعلامية أو الاقتصادية في كل المظاهر هذا هو عملنا الذي يشهد علينا ولكن حينما يسيء السلطة الآخر ويسيء استخدام مكانته وأن لا يكون آمينا على موقعه وأن يخالف القانون ويخالف الدستور كل هذه الأخطاء هي التي أدت إلى الوضع الذي نحن فيه الآن وليست أخطاء الإخوان فمحاولة الخلط ما بين هل هي أخطاء الإخوان أنا لما أتحدث على أن يعني يعني أنا لا أتحدث عن الطرف الآخر بالتأكيد أتحدث مع حضرتك ولذلك أتحدث عن ما ذكرت منكم بترجعوا رؤيتكم وفكرتكم يوم بعدون فيما خص الإنقلاة وبطول فيه أخطاء لكن الحقيقة أيضا أنت يعني لم تحدثني عن هذه الأخطاء حتى هذه اللحظة يعني يعني لسنو في مجال الحصر أنا أقول المقارنة ما بين النظام الذي قام عليه لمدة عام الدكتور مرسي وما بين السلطة الإنقلابية هذا يوضح أن الفرق ما بين الإدارة المنهجيتين هذا يدل على أن الإخوان وأن الإرادة الشعبية وليس الإخوان فقط هي قادرة على أن تسير البلاد بطريقة تضمن فيها المسيرة الديمقراطية الصحيحة ما حدث بعد هذا الإنقلاب ولا يمكن الفصل ما بين سلطة الإنقلاب وبين الإرادة الشعبية وبين نتائج سلطة الإنقلاب وبين النتائج التي حققها الدكتور مرسي والإخوان حينما كانوا في الحكم ولم يكن الإخوان وحدهم في الحكم ولم كانوا يشاركون الآخرين سواء في كل المجالات لا هي حتى فكرة مشاركة الآخرين الحقيقة فيها كلام كتير ورقد كتير لكن على حال البعض يوجه أصابع الاتهام فيما يخص يخص عدم التقدم في معركة الانقلاب وضحر الانقلاب إلى قيادات الجماعة على سبيل المثال مثلا الأمين العام للجماعة دكتور محمود حسين ويقول أن هذه القيادات هي أصبحت المشكلة في حد ذاتها ويجب أن تتغير هذه القيادات وتعطى الفرصة لقيادات أخرى خاصة قيادات شبابية لكي تقود مشهد رفض الانقلاب العسكري ما رأيت في ذلك؟ يعني هذه مقولة مرضود عليها لأن الجماعة ديمقراطية المنهج نحن نؤمن بأن الإسلام مفعن بالديمقراطية وأن منهج الجماعة في إدارة نفسها وفي إدارة المجتمع كما ترى ديمقراطية بحتة فهذه القيادة لم تأتي ولا يمكن ولا نقبل لأحد أن يدين هذه القيادة دون أن يكون له دليل الأصل أن هذه القيادة أفرزتها القاعدة بإسلوب ديمقراطي وهم الذين يتحملون النتيجة كما ندعي أن الديمقراطية هي تصحح نفسها فالجماعة تصحح نفسها ولا نقبل أن يأتي آخر لا يرى الصورة من الداخل ثم ينقل القيادات هي أصلا جاءت ديمقراطية حتى من مدخل باب الديمقراطية داخل الجماعة دكتور الذي تحدثت عنه أما الآن الآن الوقت لإجراء عملية ديمقراطية داخل الجماعة لنرى القواعد هل هي راضية عن قيادتها الحالية والفترة الحالية أم لا خصوصا أن الفترة حتى انتهت لمكتب الإرشاد في مصر مثلا فترة الديمقراطية المحددة له سلفا انتهت بالفعل يعني هذا للجماعة في مصر وهي تقوم بذلك ليلة نهار لا تفتر عن هذا العمل وأن الديمقراطية أساس في منهجية الجماعة وقيادتنا تفرز عن طريق ديمقراطي ولا يمكن لهذه الجماعة أنا عشت في هذه الجماعة عمرا طويلا ونختلف كما يختلف الجميع كبشر ولكن نحن نقبل الديمقراطية وقيادتنا دائما ديمقراطية ورغم هذا القهر ورغم اعتقال كما يقولون الصف الأول والثاني والثالث هناك قيادات تفرز يوميا ولن نتخلى عن عملنا لأن هذه عمل عقيد وليس لمجرد سياسة يعني غير متوقع أن يكون هناك انتخابات قريبة داخل جماعة الإخوان المسلمين غير متوقع ده في الوقت الحالي وما يدريك أن ليس هناك انتخابات أن في الظرف اللي احنا فيه لو أباحوا لنا أن نجر انتخابات لأجراء عالمية يعفوا يا دكتور هو أولا وصم الجماعة بالإرهاب وغير معترف بها وبالتالي لن يبيح لك أبدا حتى إجراء انتخابات كنتم في عهد مبارك لا يباح لكم كل هذه الأمور وكنتم أيضا تقومون بإجراء انتخابات داخل الجماعة تحت كل هذه القيود فهل هناك الآن ما يمنع من إجراء انتخابات داخل الجماعة وإفراز قيادات أخرى يا أخ أحمد أنا أبشرك أن الانتخابات جارية وأن عملنا لن يقف مهما فعلوا لن يقف هذه الجماعة سواء في ترتيب داخليتها أو عملها الديمقراطي والتجاوب مع بقية كل رافد هذا الانقلاب حتى إسقاط هذا الانقلاب فنحن لن نهدأ ولن نستهسلم مهما زاد قمع البندقية والدبابة فنحن في مصر قامعون نعمل لصالح هذا البلد كما نعمل بعقيدة دكتور ما هو الدور الذي يقوم به التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين فيما يخص رفض الجماعة للانقلاب العسكري والعمل على الدحل يعني فكرة التنظيم الدولي البعض يسيء فهمها نحن نقول الجماعة كل قطر تقوم فيه الجماعة في داخل القطر ولا يتدخل قطر في مكان آخر والتنظيم الدولي عبارة عن جماعة التنصيق ما بين هذه التنظيمات كما تعلم أن الدعوة الإسلام دعوة عالمية وأن هذه الجماعة أصبح لها بعد عالمي في كل مكان فكان لا بد أن يكون هناك تقسيم ولكن هذا ما يدعون أنه تنظيم دولي لا يتدخل أبدا في شؤون الداخلية للبلاد وأعيد وأكرر أن في هذه الجماعات في البلاد تقوم بعمل ديمقراطي فلا تسمح حتى بجماعة أو قيادات من جماعة أخرى أن تدخل في عملها والشأن المصري خاص بإخوان مصر لا يتدخل فيه لا التنظيم الدولي ولا تنظيمات أخرى أفهم أن أنكم حتى داخل التنظيم الدولي لا تقدمون يد المعونة إخوان مصر إذن ما فائدة التنظيم الدولي إذ لم يقدم المعونة ويد العون لفرع قيادة هو في حال يرسلها الآن وجميع قياداته في السجون والمعتقلات وخصوصا فرع الجماعة الأهم في مصر هناك فرق بين تقديم المعونة سواء استشارات أو تقديم ما يطلبون في أي بلد وبين التدخل في شأن داخلي فطبعا على كل أخ في العالم يقدم المعونة بما يستطيع للإخوة في كل بلد بقدر الحاجة إليها وطبعا بدون شك كل أخ في العالم يحاول أن يساند الشعب المصري والإخوان في مصر لهزيمة هذا الانقلاب وكناك تعاون هذا التعاون يختلف عن التدخل فالتعاون قائم بدون شك لكن ما هي طبيعة هذه التعاون هي بما يحتاجه المصريين أو بما يحتاجه الإخوان في أي بلد هم الذين يحددون ذلك بأنفسهم على حد علمي فيما خص جماعة الإخوان المسلمين ولا وائحها الداخلية أن مرشد الجماعة في مصر تلقائيا يصبح مرشد الجماعة على مستوى العالم من الذي يقوم الآن بمهام مرشد جماعة الإخوان المسلمين بعد القبض على الدكتور محمد بديع وصدور ثلاثة إعدامات ثلاثة إعدامات حتى هذه اللحظة عليه يعني الدكتور محمد بديع ما زال حيا وهو ما زال مرشد الجماعة وأنا أنا أسأل من الذي يقوم بمهام مرشد الجماعة وهو الآن خلف الأسوار ولا يستطيع أن يقوم بعمل من المنطق في أي منظمة كبيرة والإخوان مؤسسة كبيرة يكون هناك دائما بديل يقوم بالمهام حتى إما يخرج الأصل أو تحدث انتخابات أخرى فمن الذي يقوم بمهام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المرشد العام له نائب في كل مكان ونواب هذا المرشد هم الذين يقومون بهذا العمل ولكن الجماعة كما أقول وأكرر هي تقوم بعمل ديمقراطي سواء كانت القيادة موجودة أو غير موجودة العمل يسير وطالما هناك مرشد فلا يستطيع أحد أن يتعدى على سلطاته وهو الذي يحدد نائبه وهو الذي يحدد طبيعة سير العمل ولكن العمل الديمقراطي من ميزة العمل الديمقراطي ومن ميزة عمل الإخوان أنه لا يتوقف على شخص مهما كانت ردته في القيادة وإنما العمل يسير في كل مكان سواء في مصر أو في غير المصر هناك سؤال حول فكرة أن الإخوان حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا أن ينجحوا في جذب دولة أو نظام مع فكرتهم ضد الانقلاب أو محاربة للانقلاب يعني يكاد يكون العالم بأجمعه الآن إلا دولة أو اثنين هي الغير معترفة بالانقلاب حتى غير معترفة الحقيقة ليست هي الكلمة الصحيحة أو على الأقل التي تبدو غير متفاعلة بشكل إيجابي مع النظام في مصر هل فشلت جماعة الإخوان المسلمين في التعامل أو في طرح القضية خارجيا دكتور غانم نعم نحن لم نفشل نحن نحاول دائما بأن نقنع الآخر سواء داخليا أو خارجيا بوجهة نظرنا وأن هذا الانقلاب انقلاب غاشم جاء على إرادة الشعبية ولكن نحن نؤمن بأن الذي سيقضي على هذا الانقلاب هو إرادة الشعب المصري لن تكون هناك دولة خارجية أو استعانة خارجية لتعين على القضاء على هذا الانقلاب وإنما هي الإرادة الشعبية ونحن نعتمد على الشعب المصري أو نعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى الشعب المصري كإرادة هذه الإرادة أقوى من الدبابات وأقوى من الرصاص وأقوى من الاعتقلات وأقوى من القضاء الظالم وأقوى من الإعلام الكاذب الشعب المصري شعب زكي بطبيعته وهو الآن يعلم حقيقة الإنقلاب سواء بالعمل الدؤوب على إظهار فشل هذا الإنقلاب أو أخطاء الإنقلاب نفسه لأن هذا الإنقلاب ليس هدف مصلحة البلاد وهو يعمل لمصلحة بعض الأشخاص وهذا ظاهر وأصبح واضحا للجميع حتى كان من يؤيد هذا الإنقلاب في البداية ظنا منه أو حسب ما ادعى أنه سيعمل لصالح البلاد اكتشف أنهم فئة معينة تحاول أن تسيطر على السلطة وتسيء استخدامها وأن تحاول أن تغتصب موارد هذه البلاد لصالح فئة معينة عودة إلى الجماعة من الداخل دكتور غاني مرة أخرى فيما يخص الشباب وقواعد جماعة الإخوان المسلمين وخصوصا في مصر البعض يتحدث أن أصبحت هناك تجوى بين الشباب وبين القيادات الشباب لهم رؤى مختلفة في قيادة المشهد الحالي ورفض الإنقلاب العسكري غير شيوخ وقيادات الجماعة ما مدى صحة هذا الطرح هذه كلها أكاذيب يروج لها كما قالوا أن هناك انفصال في الجماعة وأن هناك جماعة مؤيدة للإنقلاب كل هذه أكاذيب إعلامية لأن الإعلام أصبح النهاردة إعلان للإنقلاب وليس إعلام دولة أنا أؤكد لك ووشرك أن الجماعة على قلب واحد شبابا وشيوخا ورجالا ونساء وبناتا نحن جميعا على قلب واحد والذي يجمعنا عقيدة واحدة ومنهجية ديمقراطية لا يمكن لهذه المنهجية الديمقراطية أن تسمح بالفصل ما بين قيادة وقاعدة لأن القاعدة هي التي تفرز القيادة فلا يمكن لهذا الفصل ولذلك هذه من ميزات الديمقراطية والتي ننادي بها والذي نادى بها الإسلام والذي أقرها في صورة الشورى وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون هل تعتقد أني ممكن فكرة التفاوض مع النظام الحالي في مصر لعله يكون أدى من أدوات تراجع هذا الإقلاب أو أقصد حالة المشهد الحالي في مصر أم لا ترفضون فكرة التفاوض قلبا وقالبا وهذه استراتيجية ستسيرون فيها إلى مال نهاية نحن لا نرفض فكرة التفاوض ولكن المشهد نفسه يرفض فكرة التفاوض بعد أن رفضها الإنقلابيون حينما يقوم الإنقلابيون بالتوصيف هذه الجماعة جماعة إرهابي ويقولون أن لا مكان ويقوم الإعلان يطلب قتل الجماعة ويصل المشهد بتخريج بعض الفتاوي بتطليق الزوجة الإخوانية وهكذا هذا المشهد كله هو الذي فرض أن التفاوض أصبح النهاردة أمر مستحيل ولكن نحن نرحب النهاردة بكل من ينضم إلى تحالف ضد هذا الإنقلاب ليسرع الإجراءات في إجهاض هذا الإنقلاب طب أفهم الكلام حديثك يا دكتور المشكلة لدى النظام الحالي في مصر هو أن يرفض فكرة التفاوض من خلال ممارسات لكن إذا تغير أداء النظام وطرح عليكم فكرة التفاوض والجلوس على مائدة واحدة هل تقبلون ذلك؟ نحن كما أكرر لسنا ضد مبدأ التفاوض ولكن تفاوض على ماذا؟ هل يتفاوض أو هناك رغبة في التفاوض الحقيقية حينما يكون هناك قتل يوم النهاردة فيه قتل واحد وهناك أعداد في المعتقلات لا أريد أن أقول حتى لا نخش في جدل العدد ولكن هناك حالة يعني أنت ناقشت تقرير الهومان رايت فوتش حالة غير إنسانية هذا الإنقلاب فقد عقله وأعصابه فكيف تفاوض شخص فقد عقله وأعصابه؟ المبدأ موجود ولكن المظهر والإحداثات اليومية هي التي تفرض هذا التفاوض لو غير هذا الإنقلاب مفاهيمه وسياساته وأبعد الدبابات عن الشوارع وغير منهجه في القتل والقهر فممكن للتفاوض باب التفاوض مفتوح ولكن على الإنقلابيون أن يغيروا طبيعة عملهم وأن يؤمنوا بفشل هذا الإنقلاب وأن يقروا الأخطاء التي أخطأوها وأن يعيدوا وأن يقروا أنه يجب إعادة الشرعية لهذا الشعب وحينما أقول إعادة الشرعية ليس للإخوان وغير الإخوان إذا فعل النظام كل ذلك في مصر على أي شيء سيكون التفاوض بعد ذلك إذا أعاد الشرعية ولغى فكرة الإخوان إرهابية وقال تعالوا نجلس معكم وفكرة القتل والمعتقلين على أي شيء إذن في هذه اللحظة ستتفاوضون أنا أقصد إذا هدأت الهجمة الإعلامية عليكم بشكل أو بآخر إذا ترح عليكم مبدأ التفاوض الآن ولهدئ البيئة الآن في مصر هل تقبلون بذلك؟ وممكن بعد كده كل طرف يطرح ما لديه؟ هل تقبلون ببساطة يا دكتور هل تقبلون الجلوس مع السيسي؟ إذا هيأ هو المناخ لذلك وتتحدثون معه وتصلون إلى حلول وسط كأي تفاوض؟ يعني هل من المنطق أن تجلس مع القاتل؟ حينما يقر هؤلاء الإنقلابيين لو يعودوا إلى رجلهم ويقروا أن هذا انقلاب عسكري وأن يعيدوا الشرعية كمبدأ وأن نحدد خطوات لأعادة الشرعية مرة أخرى وأن يعود الجيش إلى سكناته وأن لا يتدخل في السياسة وأن يكون هناك إجراءات تعيد الأحكام القضائية الفاسدة إلى أحكام طبيعية ممكن نقبل هذا وأي عاقل يقبل ذلك بأهل يتخيل أحد أن تصل العقول المتحجرة لهذا الإنقلابيون إلى هذا؟ يعني هي جانبين يجب أن تراهم حيث في الدقائق القليلة المطابقية دعني أستمع إلى تقييمك للانقلاب الآن أين هو الآن؟ يعني من الذي انتصر إذا صح هذا التعبير خلال العام المنصرم أو أكثر من عام في معركة الانقلاب وعودة الشرعية على حد تعبيرك؟ يعني من الذي أصبح أقرب لتحقيق أهدافك؟ المنتصر والمستفيد من كل هذا الانقلاب وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى هو الشعب المصر كان في هذه المنظومة خبث وكان لهذا الخبث لا بد أن يظهر وكانت الحياة في مصر لا يمكن أن تستقيم دون هذا الانقلاب وإظهار هذا الخبث والحمد لله قد زهرت الرؤية واضحة وقد تجلى ثمن الرجوع إلى الشرعية والرجوع إلى الحق وهنا يجب أن يقف الشعب المصري وفئاته المختلفة فيدفع هذا الثمن ويقضي على هذا الانقلاب ويمضي في المسيرة الديمقراطية وهذا هو السبيل الوحيد لنهضة هذه الأمة ونهضة هذا الشعب ونهضة المنطقة كلها لأن هذه المنطقة النظم السائلة فيها لا يمكن أن تبشر بمسيرة نهضوية وإنما العودة للديمقراطية هي الضمان الوحيد لأن تسير في النهضة إن شاء الله دكتور غانيم ما الذي تقدمه جماعة الإخوان المسلمين لعودة لحمة الثوار مرة أخرى ورافضي لانقلاب العسكري نحن نعمل ليل نهار مع الجميع نظر لهم مساوئ هذا النظام ونقنعهم بأن البديل ليس الإخوان وإنما البديل هو عودة الإرادة الشعبية لأن كما نقول ونكرر الضمان الوحيد لنهضة مصر وأن تقف على رجلها اقتصاديا وسياسيا حتى عسكريا واكتماعيا وعلميا كل هذه المنظومة تتوقف على إعادة الشرعية وإعادة المسيرة الديمقراطية والتي ستعود قريبا إن شاء الله أفهم من كلام حضرتك أنك تقول أن أنتم عايزين فقط يعود المصاري الديمقراطي ولن يكون لجماعة الإخوان المسلمين دور سياسي بارز بعد سقوط الانقلاب العسكري الجماعة دائما سيكون لها دور سياسي بارز ولكن لا فرض على الشعب وإنما القرار للشعب المصري هذه هي الديمقراطية هذه هي الشورى نحن لا نفرض أنفسنا على الشعب نحن نعمل بقدر الإمكان ملتحمين مع هذا الشعب في داخله وفي خارجه بصراحة وبصدق وبأمانة وعلى الشعب أن يختار لا مجال الآن العالم لا يستطيع أن يتقبل انقلابات عسكرية أنا سمعت من يومين أن هناك تحالف ما بين الجيش والسلطة ليدخلوا في الوسط السياسي يعني عملية اغتصاب لكل مناحي الحياة في مصر نحن نقول عكس ذلك لا بد أن يؤدي الجيش دوره كجيش في حماية حدود مصر وأن يؤدي البوليس كبوليس دوره في الحفاظ على الأمن وأن يؤدي السياسيين دورهم متى أخذوا ثقة هذا الشعب وأن يتناوب السلطة من يرتضيه الشعب هذه المنظومة هي المضومة الديمقراطية هي منظومة الشورى التي أقرها الإسلام وهذه هي الضمانة الوحيدة بهذه البلد أن تسير في مسير نهضوي إن شاء الله شكرا جزيلا الدكتور محمد غانم القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا كنت معي عبر الأخمار الاصطناعية من العاصمة البريطانية العامة أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدينا على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من حوار خاص دمتم في رعاية الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة